المجلس العسكري في النيجر كما كرر الرئيس الفرنسي عزم بلاده مواصلة دعم الرئيس محمد بازوم حتى العودة إلى منصبه رئيسا للنيجر في خطابه حذر مكروم أن حدود أوروبا مع أفريقيا باتت تواجه تهديدات بسبب تصاعد الغضب ضد ما وصفه بإرث الاستعمار مشددا على ضرورة أن يكون الجيش الفرنسي الأكثر فعالية وقوة في أوروبا لدعم أي جهد تبدله مجموعة إكواس بما في ذلك الجهود العسكرية لاستعادة النظام الدستوري في النيجر وبالتزامن أوضح موفد العربية بأن السفير الفرنسي ومعه نحو عشرين موظفا ديبلوماسيا لازلوا داخل السفارة الفرنسية في نيعمين لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا ضيوفنا الكرام من الكويت دكتور إدريس آيات الأكاديمي والباحث المتخصص في الشؤون الأفريقية ومن باريس أندريم هاوج المحلل السياسي أهلا بكم ضيوفي سنبدأ مع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في كلمة أمام سفراء بلاده المجتمعين في باريس أكد أن السفير الفرنسي في النيجر سيبقى هناك رغم الضغوط من قادة المجلس العسكري أحيي الزملاء الدبلوماسيين الفرنسيين في النيجر الذين يتابعوننا من مكان عملهم هناك العمل الدبلوماسي يواجه عدة مخاطر لقد أظهرتم أنكم على قدر كبير من المسؤولية كما كنتم في السنوات الأخيرة في أفغانستان وفي مناطق أخرى سأبدأ معك ضيفي من الكويت دكتور إدريس آيات الأكاديمي والبحث المتخصص في الشؤون الأفريقية هذا الرفض الفرنسي يبدو هناك تحدي واضح للمجلس العسكري بأن السفير سيبقى هناك ولكن حتى الآن المجلس العسكري لم نسمع ما هو رده برأيك كيف سيتصرف؟ نعم تحية طيبة لك أستاذ الحقيقة أنه قبل الحديث عن الرد المجلس الانتقالي في جامورة النيجر ما حدث دليل على غياب ديبلوماسية فرنسية وكذلك التهاوي وغياب الدهاء من الرئيس الفرنسي إيمانيون ماكرون باتبار أن كل التصريح متشدد تجاه المجلس الانتقالي الذي قبله كما ذكرته The Economics البريطانية 80% من الشعب النيجري لا يعزز إلا المشاعر الوطنية والآن السفير الفرنسي الذي يعتبر أن يكون مهام عماله في مكره الدبلوماسي مختبئ في السفارة في القاعدة الفرنسية الموجودة ولكنه ما زال موجود هناك تحدي فرنسي للمجلس العسكري ماذا سيتصرف؟ كيف سيتصرف المجلس العسكري؟ نعم هذا التحدي هو فقط في جياب مغادرته أعتقد أن الإيقاف التعامل ماهو بدأ أوليا وثانيا يعتبر أن ما يريده فرنسا وما تريده فرنسا وراه ذلك هو استفزاز المجلس الانتقالي وهو ليس غبيا يقع في هذا الفخ طيب أستاذ أندري هل برأيك كما يقول ضيفنا دكتور إدريس بأن هذه التصريحات لمكرون هو فقط لاستفزاز المجلس العسكري؟ مساء الخير طبعا يجب أن نضع الأمر في إطار سياسة عامة في إطار المشكلة الراهنة موضوع وجود السفير هو بند من هذه الأزمة ولكن الرئيس إمانويل ماكرون تحدث عن هذا الموضوع عن موضوع بقاء السفير في النجار انطلاق من منطق مبرر وأنه لا يعترف بالمجلس العسكري لا يعترف بالانقلاب ولا بالانقلابيين وبالتالي لا يمكن له أن يستجيب لطلب من جهة لا يعترف بها هو جدد الاعتراف بالرئيس محمد بزوم وقال بأنه يدعمه وأنه لن يستجيب لأي طلب إذن من الناحية المنطقية المنطق السياسي وعنده حق لا يمكن أن يستجيب لطلب فئة أو مجموعة هو لا يعترف أساسا بانقلابها ولكن المشكلة الأساسية هي الآن حول السيناريو المحتمل في المستقبل طبعا المجلس العسكري إذا كان أعطى موقف وطالب بسحب السفير ولكنه قد لا يدخل بمواجهة مباشرة ولكن يضع الشارع أو الرأي العام في النجار في المواجهة لذلك نرى أن هناك حشد أو دعم لتحشيد الرأي العام لتحشيد الشعب في النجار من خلال تظاهرات من خلال تجمعات أمام القاعدة العسكرية الفرنسية أمام الصفارة الفرنسية للمطالبة بسحب السفير دكتور إدريس برأيك هذا السيناريو الذي يتحدث عنه هل من الممكن المجلس العسكري أن يضع الرأي العام والشعب بمواجهة فرنسا من خلال هذه التظاهرات ومن الممكن أن تنزلق إلى أمور لا تحمد عقبها حتى هو لا يتواجه أو يحمل مسؤولية مواجهته لفرنسا نعم قبل الإجابة لذلك أريد أن أعرض على نقطة ذكرى ضيفك وهو مهم أن التبرير الفرنسي هو منطقي ومبرر على أساس سياسي الحقيقة أنه لا يوجد شيء اسمه منطق السياسي في هذا المطار هناك فقط قانون دولي واتفاكية فيينا لألف وتسوية واحد وستين والمادة التاسعة يقول لك الدول هي التي تقوم بترضي الدولة المضيفة هي التي تكرر من تريد أن تستقبل ومن لا تستقبل بغد النظر عن شرعية أو عدم منشر شرعيته أو انكلابه أو عدم انكلابه ولكن دكتور إدريس فرنسا هي موقع اتفاقيات مع الرئيس بازوم وهو كان الجهة الشرعية حتى الآن ليس هناك من شرعية دولية لهذا المجلس الانتقالي صحيح أم لا؟ المشكلة ليس من شرعية المجلس الانتقالي حتى يسألوا بناء الاتفاقية فيينا بالضبط هذا ثانيا للإجابة على سؤالك الحقيقة أنه نعم هذا السيناريو هو المتوقع أنه يدى المجلس الانتقالي في جامعة النيجر الشعب في مواجهة السفارة الفرنسية والجيش الفرنسي لكن لا أعتقد أنه هذا كان خطوة أولية من المجلس الانتقالي بقدر ما هي فرصة سانية للرئيس الفرنسي الذي شدد من موقفه لم يكتفي بذلك فقط إنما قال إن فرنسا ستدعم أيضا تدخل إقوة عسكرية إذا حصل هذا دليل على دياب المسؤولية لدى النهبة الفرنسية في هذه الدبلوماسية مدوم تحدثت عن هذا الموضوع حقيقة صحيح ماكرون أكد أيضا أن باريس هي مستعدة لدعم أي جهة تبذله المجموعة الاقتصادية للدول غير أفريقيا بما في ذلك طبعا الجهود العسكرية لاستعادة النظام في النيجر وقال بالتحديد نحن ندعم العمل الديبلوماسي وكذلك العسكري إذا قررت إكوة ذلك أستاذ أندري لنكون واقعيين هل إكوة هي التي ستقرر هذا التدخل أم حقيقة فرنسا هي التي ستقرر وبالتالي إكوة ستتماشى مع هذا القرار أنا أشدد وأؤكد على ما ذكرتي بأن الرئيس ماكرون شدد بداية على العمل الدبلوماسي وترك الفرصة للعمل الدبلوماسي بعدها في حال كان خيار الإكواس الخيار طبعا ليس هناك من خيار مستقل 100% أو حرب 100% هناك العامل الفرنسي هناك العامل أوروبي إذا لحظنا أن الرئيس الفرنسي حاول في هذه الأزمة أن يضع نفسها ويضع فرنسا ضمن إطار عمل منظمات ومؤسسات دولية لم يذهب منفردا إلى هذا الموضوع لذلك تحدث أيضا على الصعيد الدولي العام يعني عن نظام دولي وعن المؤسسات الدولية وعن مرجعية الأمم المتحدة ولكن فرنسا هي رأس الحرب لأن المصالح الكبرى هي لفرنسا صحيح أم لا الولايات المتحدة الأمريكية الآن هي ربما من وراء الكواليس أو اللاعب الأساسي الذي ينتظره الجميع لمعرفة تحديد الموقف المأمريكي النهائي هناك كان مبادرة أمريكية هناك زيارات لمسؤولين أمريكي من وزارة الخارجية هناك نوعا ما من المواجهة الجديدة مع روسيا على أرض خارج أرض البلدان يعني كما كهو الحال في أوكرانيا أيضا في النجار في أفريقيا الموقف يجب أن نتزل لمعرفة ما هي الخطوة التالية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية فرنسا لا يمكنها لوحدها أن تذهب إلى حرب في النجار دكتور إدريس بهذه النقطة بالذات بهذه النقطة بالذات هل من الممكن أن تتحول النيجر إلى هذه المواجهة بين روسيا والولايات المتحدة كما حصل في أوكرانيا وذكر الآن ضيفنا دكتور أندري هذا هو الذي أنا في تقديري هذا الذي قاد يحدث أحسن نحن دخلنا في ما يسمى great power rivalry أو التنافس بين الكوى العظمى وهذا التصريح الذي قام به الرئيس الفرنسي أنا أعتبره خطأا ديبلوماسيا وقد أكد إليه كثير من الدبلوماسيين المتمرسين الفرنسيين كالانجوبي مثلا أو فرانسوا في فرانسوا سيلون يقولون أن هذا دليلنا لا أدم ندج من الرئيس الفرنسي لأنه فتح جبهة جديدة بقوله إنه سيدعم التدخل من إكواس هذا يأتي مباشرة إلى أنه هلفاء النيجر الذين هم مالي وبركينا فاس وهم أيضا هلفاء روسيا ومن ورائها فاغنر أن يقدموا دعمهم في الترف الآخر إننا نتحدث عنها طيب ولكن دكتور إدريس يعني فرنسا يعني شئنا أم أبينا في السنوات الماضية كانت وجودها في هذه المنطقة أيضا واجهت فيه الإرهاب واجهت فيه الهجرة الغير شرعية يعني هل نتوقع منها بهذه السهولة أن تترك الساحة لروسيا أو لغيرها أو للمجلس العسكري وتذهب بهذا الهدوء؟ أعتقد أن هذا السؤال هو الخطأ بعينه إنما يتراه العديدون لأنه هل يقل أن يتركها ويذهب بهدوء؟ نحن لا ننتظر من أن يتركها أو غير يتركها لأنها ليست ملكا لها هذه الدولة ذات سيادة والتعامل معها هي ليست ملكا لها ولكن هي وقفت بجانب هذه الدول وهذه الدول وقعت اتفاقيات معها؟ لم تكن بجانب هذه الدول الحقيقة أن هناك كتاب صدر في 2017 من فرنسي يدعى لأنوان إنجر بيردي أو الحرب الخاسرة من مارك أنتوان بيروس يقولوا المطلوب من فرنسا كان دعما جويا لكنها وظفت ذلك للتداخل العسكري من عملية السرغال ثم بكيت في عملية برخان ثم أوردت تحويلها إلى عملية استمارية جديدة في عملية تكوبة فقرر الشلطات في كل هذه المنطقة والشعوب رفضها لم نكن منها أن تبقى كانت تعاونا جويا حولها إلى تدخل العسكري كما حدثت في ليبيا فهذه قوة مزعزية هكذا يرى في المنطقة ولا يمكن قبوله أنها تقبى بشارعية وغير الشارعية استاذ أندري هل فرنسا كانت قوة مزعزعة كما يذكر الآن دكتور إدريس؟ لا أعتقد لا أعتقد لا يمكن إخامة التشبيه مع ما حصل في ليبيا في ليبيا كان هناك قرار بإسقاط نظام القزافي ولكن الآن ضمن الاتفاقيات التي تحدثت عنها أو ذكرها ماكرون بالنسبة لدول الحكومات الأفريقية لا تتضمن أي بند لإسقاط الحكومات على العكس دعم هذه الحكومات لتأمين الاستقرار الداخلي وبعدها الاستقرار بالنسبة لدول الجوار كل دول الساحل خوفا من موجات الهجرة خوفا من عودة الجهاديين وقد رأينا أن نشاط الجهاديين عاد إلى المنطقة بعد خروج فرنسا كان من مالع أو من ساحل العاج والآن أيضا في النجار يجب أن نؤكد على أن رئيس ماكرون لابد بأنه استقلص العبر وقال أن ربما الخطأ كان هو إقامة اتفاقات أو التعامل مباشرة والاستجابة والدعم للحكومات والآن في المرحلة المقبلة كما قال على فرنسا أن تكون على مقربة أكبر من المجتمع المدني من التنظيمات الاجتماعية المدنية من أجل التنبية من أجل التعليم من أجل الاقتصاد وقال بأن ربما نحن لم نفهم ماذا يحصل على الصعيد الشعبي من كل هذه الحركة المعادية لوجود فرنسا لأننا كنا أقرب إلى الحكومات إذن أعتقد أنه استقلص العبر ولكن لا يمكن أن يدين نفسه بهذا العمل بالأخص كان هناك مطلب من هذه الدول من أجل وجود فرنسا الوجود لا يقتصد فقط على فرنسا وفي النجار تحديدا أن هناك قوى إيطالية من 500 من 60 عصر قبل أن ينتهي وقت هناك قوى ألمانية إذن هذا عمل جماعي لدي دقيقة من الوقت أريد أن أعطي هذا السؤال إلى دكتور إدريس المجلس العسكري هل يمكن اعتباره الآن دخل بمتاهة المهل يعني أعطى مهلة 48 ساعة ماكرون تحدى وقال بأن السفير باقن فالمجلس العسكري الآن إذا لم يفعل شيء ألم يكون بموقف محرج لأن المهلة انتهت وحتى الآن لم يقم بأي شيء نعم الحقيقة يكون موقف المحرج لكن أظن متاحة المهلات كما ذكرت أستاذ هي متاحة ووقع فيها الجميع أولا كان مجوعة كوات التي أتمنى لتسبوك ثم وزيرة الخارجية الفرنسية التي قالت إن الانكلابين حتى يوم الغدي هذا قبل سلسة أسابيع يغادر السلطة ولم يفعلوا والمجلس العسكري الآن في الجمهورة النجرة وقعت في نفس الشيء لكن القول بأن هناك عمل جماعي في منطقة السايل هذا ليس صحيحا هناك كما ذكر ضيفك كوات إيطالية وصفير فرنسية وصفير إيطالية وصفير ألماني وصفيرة أمريكية وصلت مؤخرا ولا واحد من هذه لم يطلب بمغادرتها لماذا فرنسا بالتحديد إذا أجابت على هذا السؤال تدرك أنها كوة فينا مزعزية وغير مرغوبة في المنطقة وعليها أن تغادر ورفضها واتبشبث بالمكان هو نؤمن لحانة ديبلوماسية لها قبل أن تكون عطى للمجلسة أستاذ أندري هل لديك أي رد على هذا الكلام قبل أن أنهي هذا اللقاء فقد أريد أن أقول بالنسبة للعلاقة مع فرنسا بين هذه الدول هي علاقة خاصة وحساسة أيضا لا يمكن تشبيه بالعلاقة مع نولية المتحدة أو إيطاليا يجب أن نعرف بأن فرنسا كانت القوة الاستمارية قوة الاستمار في هذه الدول وهناك روابط طويلة وتاريخ طويل مشترك بين البلدين في أحيان كثيرة كان دموهي كان علاقة مواجهة ومجابعة وفي مراحل أيضا كان لفرنسا دور كبير في العمل على الاستقرار على التنمية في هذه البلدان وأيضا لا ننسى أن المطلب الأساسي لكل هذه الدول في أي علاقات هي الحصول على تأشيرات هجرة إلى فرنسا من كل هذه الدول وفرنسا تستضيف وتستقبل عدة ملايين من المهاجرين من مستعمراتها القديمة شكرا لك هناك لا شك نزر يجب أن تتغير في التعارم من هذه الدول من باريس أندريم هاوج المحلل السياسي أشكرك كما أشكر من الكويت دكتور إدريس آيات الأكاديمي والباحث المتخصص في الشؤون الأفريقية شكرا لكم على المشاركة معنا في بانوراما الليلة لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر